واحد دلوقتي أو واحدة عندها ارتفاع في درجة الحرارة عندها أعراض إنفلوانزة عندها صعوبة في التنفس إنما راجع أو راجعوا تاريخهم خلال العشرين يوم أو الشهر اللي فات لأنه هم مشافوش أي حد جديد بالنسبة لهم ده شايف أنه ما كانش فيه تاريخ للسفر ولا أي حد لا 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 أما هو ده يتوجه لأقرب طبيب له أو لأقرب مستشفى له لا يعني ده في غلب الأمر مش مشتبه به لا مش مشتبه عشان يكون مشتبه إحنا حتى الآن في مصر عندنا المرض ليس منتشر في المجتمع إنما لو حد عنده الأعراض دي وموجود في إيطاليا يبقى حالة مشتبه لو حد عنده الأعراض دي وموجود في الصين يبقى حالة مشتبه أو قابل حد كان في إيطاليا أو حد كان في الصين أو حد كان في إيران بالزبط تاريخ للمخالطة في تاريخ للمخالطة مع حد كان في دولة من الدول اللي منتشر فيها المرض يعني لابد من وجود أو لابد من وجود تاريخ للسفر أو المخلطة بالاشتراك مع الأعراض الأعراض لوحدها ليست كافية أنا بتكلم على الوضع عندنا في مصر حتى هذه اللحظة